السلام عليكم طلاب الصف السابع مادة الثقافة المالية خلينا نفتح على درس صعوبات الادخار الدرس الثاني صفحة 65 يبدأ هذا الدرس من صفحة 65 وينتهي بصفحة 72 فبدأ نركز بهذا الفيديو كثير منه خلينا نفتح على صفحة 71 ملخص الدرس كامل يواجه بعض الاشخاص صعوبة في ادخار المال والحصول عليه ممكن احنا هون نجيب صح وخطأ فمنحكي انه يواجه بعض الاشخاص صعوبة في ادخار المال والحصول عليه صح الاهداف طبعا مثلا يعرف انه فيه انه اهداف قصيرة المدى واهداف طويلة المدى طبعا نحكي شو الفرق بين اهداف قصيرة المدى والاهداف طويلة المدى اهداف قصيرة المدى هي قد تحتاج الى بضعة اسابيع او بضعة اشهر طبعا لغاية 6 اشهر هاي اسمها اهداف قصيرة المدى اما الاهداف طويلة المدى هي قد تحتاج الى 6 اشهر او اكثر لتحقيقها نعيد ان الاهداف قصيرة المدى هي قد تحتاج الى بضعة اسابيع او بضعة اشهر طبعا هي عبارة عن 6 اشهر يعني اقل اوكي أما الأهداف الطويلة المدى قد تحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر لتحقيقها أو ممكن إحنا ما بدنا نجيب شو الفرق بينه ممكن نحكي صح وخطأ أن هالأهداف قصيرة البدى قد تحتاج إلى بضعة أسابيع أو بضعة أشهر يس صح ممكن نحكي أنه هالأهداف قصيرة المدى قد تحتاج إلى ستة أشهر فما أكثر خطأ إذن الأهداف طويلة المدى قد تحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر هاي هي الصح لتحقيقها طيب نجي لحل الأسئلة الموجود عندنا بصفحة 72 افتح صفحة 72 خلينا نحل الأسئلة مع بعض طبعا بدنا نركز إحنا على السؤال الأول يا سابع السؤال الأول شو بحكي لنا؟ وضح الفرق بين الأهداف طويلة المدى والأهداف قصيرة المدى طبعا نفس الجواب اللي احنا حكيناه سابقا أنه الأهداف قصيرة المدى قد تحتاج إلى بضعة أسابيع أو بضعة أشهر طبعا لغاية ستة أشهر الأهداف طويلة المدى قد تحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر لتحقيقها طبعا أنا هذا السؤال هو أكثر إشي سؤال بهمني يا سابع يعطيكم ألف عافية بهذا الدرس بتكتبوا الإجابات أسئلة الدرس لإجابات بتكتبوهم وبتلخصوا اللي احنا حكيناها في الفيديو يعطيكم ألف عافية